لكن الكلام كل ما يثار خلال الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة أنا ما أقدرش أقول لحضراتكم من قيمة النادي الأهلي لأنها لم تخرج رسمياً للإعلام وطبعاً عشان تخرج رسمياً للإعلام بتخرج الأول لقناة النادي الأهلي عشان نقولها لحضراتكم وبالتالي خلينا ننظر للمباراة بقى من النواحي الأخرى مباراة مهمة ولكن في النهاية هي مباراة بثلاثة نقاط بتلعب نادي الزمالك فريق قوي وفريق كبير وكل حاجة ولكن في نفس الوقت تلات نقاط بتوع الزمالك زي تلات نقاط بتوع فرق أقل من نادي الزمالك فنياً وتاريخياً ديربي الأهلي والزمالك معروف أنه هو الديربي الأفضل والأكبر والأهم في تاريخ الوطن العربي والبطولات الدوريات العربية من هنا بيكتسب مباراة الأهلي والزمالك تكتسب هذه الأهمية الكبيرة جداً في المتابعة بالملايين يعني الناس يوم الجمعة لما تسأل حد أنت حتعمل يوم الجمعة مش عايزين نقلل ولا نهول من الموضوع مش عايزين نقلل ولا نهول من الموضوع لكن لما تيجي حضرتك أنت وصحابك لما تيجوا تسألوا بعض كده أنت حتعمل يوم الجمعة أنت بترتب يومك على مطش الزمالك أنت بترتب يومك على المطش ده فمطش مهم ومطش صعب وكلنا حننتظر هذه المباراة واللاعبين عارفين هذا الأمر الحمد لله في جيل أو أجيال كتيرة جداً في النادي الأهلي لعبت مباريات كثيرة أهلي وزمالك مباريات الأهلي والزمالك دايماً بيبقى لها وضع مختلف بيبقى لها تفكير مختلف بيبقى لها شكل مختلف حتى في الملعب ترجمة نانسي قنقر